اشتركوا في القناة وفي بداية الزيارة طلع معاليه على مركز المشبهات الذي يعد من وسائل التدريب المتقدمة لتقييم ومعرفة كفاءة الوحدات والأسلحة بشتى صنوفها ويتميز المركز بإدارة وتطوير الخطط وزيارة فعلياتها عبر التمرين التي تنفذ بالكلية على المستوى التعبوي والعملياتي وبما يخدم العملية التعليمية بالكلية كما شاهد معاليه مجريات تمرين القلعة الحصينة واستمع معاليه إلى إيجاز عن مراحل التمرين الذي يسهم في سقل مهارات هيئة الركن وخطوات صنع القرار العسكرية بعدها قام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بجولة داخل مختلف أقسام الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني حيث تفقد معاليه عن كثب سيرة تنفيذ الخطط التطويرية لبرامج الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني والتي ظهر أثرها على مخرجات الكلية وجودة التدريب العسكري الراق فيها بعد ذلك حضر معاليه نقاش إحدى جلسات البحث العلمي بعنوان الكنفدرالية إيجابياتها وسلبياتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تطرق فيها الباحث إلى أن الاتحاد الخليجي سيكون صمام الأمان الأول والأهم لدولنا ولكل إنجازاتنا التي تحققت في مختلف المجالات بسم الله الرحمن الرحيم وما أتيتم من العلم إلا غليلة أنا أهنيكم على هذه التجربة الأولى حسب ما فهمت من الأخوان وإن شاء الله هذه أول بحث وسيليه إن شاء الله بحوث أخرى لكن هذه كان مطلب على مستوى القادة وجاري العمل فيها الآن ويحتاج إلى دراسات أكثر وأي بحث في هذا الاتجاه إن شاء الله بيكون تكون نتائجة جيدة إن شاء الله على مستوى مملكة البحرين والمؤسسات العسكرية نحن إن شاء الله من التجهين إلى زيادة معاهد العلم والمعرفة والبحوث ومتى ما وصلنا إلى رقم إن كان في المملكة البحرين في قيادة جلالة الملك وتوجيه أو أخواننا في دول مجلس التعاون نصل إن شاء الله إلى عدد من الجامعات العسكرية أو الجامعات المدنية أو مراكز البحوث العلمية بدون ما أذكر أنا يعني أرقام الدول الأخرى أو يعني مقارب للعداد اللي عندهم إن شاء الله إحنا بنقول وصلنا إلى المستوى اللي نبغيه وهذا طريق طويل وإن شاء الله إحنا ماشيين فيه وبنوصل إن شاء الله بجهدكم وجود الأخوان والشباب الموجودين في البحث والمعرفة منتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح إن شاء الله وخلال الزيارة رأس صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اجتماع المجلس الأعلى للكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني والذي عقدا في مبنى الكلية وأوضح ما عليه أن مسيرة قوة دفاع البحرين في ظل الرعاية الدائمة والاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه قد تحقق بفضلها العديد من الإنجازات الكبيرة على المستويين القتالي والإداري وكان لتلك التوجيهات أكبر الأثر فيما وصلت إليه قوة الدفاع من مستويات عالية في نظمها القتالية والإدارية مشيرا معاليه إلى أن قوة دفاع البحرين تسعى باستمرار بكل جهد نحو تنفيذ عملية التطوير والتحديث لمختلف المناهج العلمية في شتى الصروح التدريبية العسكرية إلى جانب الاهتمام برفض تلك الصروح بالعنصر البشري المؤهل والقادر على تنفيذ تلك المناهج والبرامج بكل كفاءة واقتدار وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين أهمية الدور الذي تقوم به الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني في مجال التعليم العسكري العالي الذي يرمي إلى إعداد ضباط مسلحين بكافة متطلبات القيادة العسكرية المعاصرة على المستوى الاستراتيجي والذي بدوره سينعكس أثره الإيجابي على عمليات تنفيذ الواجبات لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين متمنيا معاليه للقائمين على الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني التوفيق والسداد وتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالبرامج التدريبية المتخصصة والمرتبطة بالشؤون الدراسية سواء النظرية أو العملية الخاصة ببرامج شهادة الدفاع الوطني وحضر زيارة عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين